اهلا بكم طلاب ودكاتر تباش مهندسين الصف الرابع اللي ابتدائه ما حل تدريبات الدرس السادس من الواحدة السابعة من كتاب الاضواء اكمل ما يأتي تسعين على العشرة تسعين على العشرة فيها التسعة اربع وعشرين على الاربع فيها الستة خمسة وعشرين على الخمسة فيها الخمسة تمنتاشر على التلاتة فيها الستة اما هنا الخمسين ما تكبلش القسم على الستة وبالتالي هنجس من الخمسين خمسين لو خلتها تسعة واربعين مش هتقبل لو خلتها تمانية واربعين هتقبل تمانية واربعين على الستة فيها التمانية ونجست كم نجست اتنين الاتنين دول هخليهم باجي 27 على اتنين 27 ما تجبالش القسم على اتنين عشان دي عدد فردي خلي دي ياتي 6 تبقى 26 على اتنين نص الستة وعشرين 13 يبقى كده 13 ونقصت واحد خليه باجي يبقى الباجي واحد 19 على 2 للتسعتاشر عدد فرد ما تقبلش القسمة على 2 نقص منها واحد خليها 18 18 على 2 فيها التسعة ونقصت واحد نزله باجي 35 على الاربعة 35 ما تقبلش القسمة على الاربعة بس لو خليتها 34 برضو مش هتقبل طب لو خليتها 33 مش هتقبل طب لو خليتها 32 هتقبل 32 على الاربعة فيها التمانية ونقصت كام 35 خليتها 32 يبقى نقصت 3 يبقى الباجي 3 اوجد خارج القسمة والباقي ان وجد فيه ما يلي 16 على الاربعة 16 على الاربعة يطلع فيها الاربعة 12 على الاربعة 12 ما تقبلش القسمة على الاربعة بس لو خليتها 10 هتقبل عشر على الخمسة فيها الاتنين والباجي اتنين اتنين وعشرين على الستة اتنين وعشرين ما تقبلش طب لو خليتها واحد وعشرين تقبل برضو لا طب لو خليتها عشرين تقبل لا طب لو خليتها تسعتاشر لا طب لو خليتها تمنتاشر ايوه يبقى التمنتاشر تقبل التمنتاشر على الستة هيطلع فيها التلاتة والباجي ركز كده الـ 18 كانت في الأول 22 هيب نجست منها كام 4 هيب جلباجي 4 55 على 5 فيها 11 27 على 3 يطلع فيها 9 35 على 6 35 ما تقبلش القسم على 6 طب لو خليتها 34 تقبل لا طب لو خليتها 33 تقبل لا طب لو خليتها 32 تقبل برضو لا طب لو خليتها 31 تقبل لا هخليها 30 حلاجيها تقبل 30 على 6 يطلع فيها 5 والباجي 30 كانت في الأول 35 بجلباجي 5 29 ما تقبلش القسم على 6 بس معروفة 6 في 4 24 6 في 5 30 هيبجي هتاخد 24 هيبجي هتخلي 29 دي هتخليها 24 24 على 6 6 فيها الأربعة والباجي 29 خليتها 24 نبجي ننجزت كام 5 نبجي الباجي 5 49 على السبعة معروفة 7 في 7 بتسعة واربين فيها السبعة اختر إجابة صحيحة فيما يلي العدد الذي يمثل خارج القسمة في مسألة القسمة اللي هي 20 على الخمسة بيساوى أربعة خارج القسمة هو الأربعة العدد الذي يمثل المقسوم عليه في مسألة القسمة 70 على السبعة فيها العشرة المقسوم هو السبعين والمقسوم عليه هو السبعة يبجي نعايز المقسوم عليه نختار السبعة خارج القسمة في مسألة 23 على الاثنين 23 نقص منها واحد خليها 22 22 على الاثنين فيها 11 يبقى نختار 11 باقي القسمة في مسألة القسمة 16 على الخمسة هو النقاط لو 16 نقص منها واحد خليها 15 هتقبل 15 على الخمسة فيها الثلاثة هو عايز يعرف الباقي يعني نقصت كام نقصت واحد العدد الذي إذا قسم على ستة كان الناتج ستة والباقي بتاع القسمة هو اثنين اضرب ستة في ستة في ستة وثلاثين ونزود الاثنين دي عليهم يبقى 38 العدد الذي إذا قسم على أربعة كان الناتج تلاتة وباقي القسمة هو سفر هو نضرب دول في بعض ونزود السفر 3 فاربعة بـ 12 ونزود سفر هي هي اللي 12 قارن باستخدام الرموز أكبر أصغر أو يساوي 27 على التسعة فيها التلاتة وهنا تلاتة يبقى يساوي 35 على التمانية أنا عايز أعرف الباقي بتاعها يطلع هو الأكبر والأربعة نشوف كده 35 ما تنفعش إنها تتجسم على التمانية بس لو نجست منها خليتها حد 32 حليجيها تقبل 32 على التمانية هيطلع فيها الأربعة أنا مش عايز الأربعة أنا عايز أعرف نجست كام 35 بيجي تـ 32 يعني نجست 3 يبقى الأربعة هي الأكبر 24 على التمانية فيها الكام ديات يطلع فيها التلاتة وأنا معك 16 يبقى الـ 16 هي الأكبر 28 على 2 هات نص التمانية أربعة ونص الاتنين واحد أربعة واتنين في سبعة واربعة يساوي 15 على الخمسة فيها التلاتة و12 على التلاتة فيها الأربعة أربعة أكبر باقي قسمة 14 على الأربعة والرقم ديات لمكسمها دا الـ 14 على الأربعة ما تقبلش مسح نجس منها لو خلتها 12 حالي جيها تقبل 12 على الأربعة فيها التلاتة نجست كام الـ 14 بيجي تـ 12 يعني نجست 2 هي بجدال باجي طب وهناك 13 على 13 فيها الواحد هي بجدال 2 هي الأكبر 36 على التسعة يطلع فيها الأربعة وهنا في أربعة يساوي 49 على السبعة فيها السبعة و50 على الخمسة فيها العشرة العشرة أكبر أكمل الجدول التالي كما بالمثال 49 دا اسم المقسوم نزلها زي ما هي والسبعة اسم المقسوم عليه لما نقسم 49 على السبعة يطلع فيها السبعة هتدور على باجي الباجي بتاعك سفر 87 على الـ 2 طالما لجي تده رقم فردي بجي ما ينفعش أكسمه على الـ 2 نقص منه خليه 86 نص الـ 6 3 ونص الـ 8 4 ونقصته 1 يبجي نزله باجي 109 على الخمسة 109 طبعا مش هتقبل لو خليتها 105 هتقبل اهو 105 على الخمسة هتقبل المقسوم هو 109 المقسوم عليه هو الخمسة خارج القسمة هنخليها 105 على الخمسة لو معي 100 جنيه عايزك سممه على خمسة كل واحد هتديله 20 والخمسة هتقسمه على الخمسة كل واحد هتديله جنيه يبقى كده خارج القسمة معك 21 ونقصته كانت في الاول 109 خليتها 105 يعني نقصته اربعة يبقى الباجي اربعة 152 على السبعة المية واتنين وخمسين اهيات زي ما هي والسبعة زي ما هي في المقسوم عليه 147 هتقبل يبقى هجول 14 على السبعة فيها الاتنين وسبعة للسبعة فيها الواحد وانا نقصته كام المية واتنين وخمسين خليتها 147 يبقى كده نقصته خمسة يبقى الباقي خمسة اقرأ ثم اجب مع ذكر الباقي في كل حالة ان وجد معلم معه 18 كتابا ويريد توزيعها بالتساوي على اربع تلميذ فما عدد الكتب التي سيحصل عليها كل تلميذ يبقى هجول 18 على الاربع طبعا التمنتاشر ما تجباش القسمة على اي الاربع فلو نقصت منها اتنين دي خليتها 16 تقبل 16 على الاربع فيها الاربع يبقى كل واحد هيفضع هياخد اربع كتب وهيتبقى والباقي كام كتاب كتابا قام احمد بوضع 48 كوبا في صناديق بحيث يتسع كل صندوق لخمس اكواب فما عدد الصناديق اللازمة لذلك يبقى هنقسم 48 على الخمسة 48 على الخمسة بتساوي 48 ما تقبلش القسمة على الخمسة فلو خليت ديئة 45 واربعين هتقبل 45 على الخمسة فيها التسعة يجي تسع السناديق والباقي هيتبقى معايا كام تلات اكواب علشان نجست كام تلاتة اشترت فاطمة 40 قطعة حلوة ووزعتها بالتساوي على 6 من اصدقائها فكم قطعة سيحصل عليها كل الصديق يبقى هنقسم 40 على ال 6 الاربعين ما تقبلش القسمة على ايه على ال 6 طب لو خليت 39 تقبل لا لو خليت 38 برضو لا 37 لا 36 اه هتقبل يبقى هنقسم 36 وثلاثين على ال 6 هيتبقى فيها ايه 6 يبقى 6 قطع وهيتبقى كام الاربعين خليتها 36 يعني نجست كام 4 واجول له الباقي 4 قطع اشترت هدى 8 اقلام من نفس النوع بمبلغ 16 جنيه فما سمن القلم الواحد يبقى هجول 16 على 8 هتساوي 2 جنيه والباقي 0 ما العدد الذي اذا قسمناه على 8 كان الناتج 6 والباقي 2 لما يدي لك مسألة زي كده امسك الرقمين دولا ضربهم والباقي اجمع عليهم يبقى نفتح قصين كده نضرب الرقمين دولا في بعض 8 في 6 وبعد كده نزود عليهم الباقي نحسبها 8 في 6 بـ 48 ومعايا اتنين يبقى خمسين يبقى العدد هو كام خمسين اذا كان خارج القسمة يساوي 5 والمقسوم عليه يساوي 4 وباقي القسمة 2 فما قيمة المقسوم هجول 5 في 4 وزود عليهم كام 2 يبقى نفتح قصين كده نعمل ما بينهم فيه 5 نضربها في 4 وحنزود عليهم الباقي الواتنين خمسة في 24 ونزود اتنين يبقى اتنين وعشرين يبقى هو المقسوم عليه هو كام اتنين وعشرين شركة بها 72 موظفا ويستخدمون بعض وسائل النقل العودة لمنازلهم لاحظ الجدول ثم اكمل حسب كل حالة وسيلة المواصلات وعدد الاشخاص المسموح بهم في كل وسيلة المواصلات المسألة وعدد الموظفين المتبقي لو انا هركب حافلة هركب بالضبط معانا كام عشر اشخاص لو هنركب ميكروباز هركبه 8 اشخاص لو سيارة 4 اشخاص فاني هجسم ال 72 ديات مرة هجسمها على العشرة ومرة هجسمها على التمانية ومرة هجسمها على ايه على الاربعة يبقى هجول 72 على العشرة و72 على التمانية و72 على الاربعة ونشوف كل واحدة فيها كام والباقي كام لما اكسم 72 على العشرة مش هينفع الارقام اللي بتقبل قسمة على العشرة بيكون احد هيمة مكون من سفر هيمة مكون من ايه من خمسة فعخال دي 70 70 على العشرة فيها السبعة وهيتبج معايا كام اتنين مش هيركبوا معنا ولو ركبنا مقرباز هنقول 72 على التمانية هيطلع فيها التسعة والباقي سفر مفيش حد هيتبج 72 على الاربعة هيطلع فيها الثمنتاشر مفيش حد هيتبج منهم سفر مسابقة للسباحة تضم 160 متسابقا فاذا استقل المتسابقون اوتوبيسات يسع كل اوتوبيس 40 فردا فقط فكم عدد الاوتوبيسات المطلوبة يبقى احنا نجسم 160 على الاربعين هنطير السفر مع السفر ونقسم 16 على الاربعة هيطلع فيها ايه فيها اربع اوتوبيسات تطبيق اقرأ ثم اجيب اوافق او لا اوافق يقول امجد ان الباقي من توزيع 126 جنيها على اربعة من اصدقائه بالتساوي يكون سفرا هل توافقه نقسم تعالى 126 على الاربعة لو جسمت الاثناشر على الاربعة هيطلع فيها التلاتة والستة لما تقسمها على الاربعة مش هينفع فهتضطر انك تنقص من دي هتخليها اربعة اربعة على الاربعة فيها الواحد يبقى واحد تلاتين والباقي باقي كام انا نقصت اتنين عشان اياه كانت ستة فخليتها اربعة يبقى الاثنين نقصتهم دول هنزلهم في الايه في الباقي هدعمنا بالاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد